بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء مازلنا بنستمر مع بعض في شابتر وان بارد تو بنتكلم فيه على بريف كورس ديسكريبشن بمعنى ايه الحاجات اللي هنتعرض لها ان شاء الله في الكورس دوت نمبر وان زال رينفورس الكونكريت المنتز وهنا بنتعرف على عناصر الانشائية المختلفة اللي موجودة في اي ممكن يقابلنا واحنا بنعمل عملية الديزاير سواء كانت البيمز بانواحها السلابز بانواحها والكولمز نمبر تو بندرس البروبرتز بتاعة الكونكريت ليه لان الخرصانة دي احد مكونات الخرصانة المسلحة اللي هي بتتكون من جزئين اللي هي الكونكريت الخرصانة العادية والستيل وبالتالي لازم نعرف الخواص بتاعتهم الخواص بتاعتهم اللي هتدخل معايا في عملية الديزاير زي الكمبراسيف سترينز وزي اليل سترينز بتاع الستيل لان دول مهمين جدا وحيلاقيهم كتير في معادلات الديزاين وعلشان كده لازم نعرف القيم بتاعتهم ودول بيختلفوا حسب نوع الخرصانة لان الخرصانة مادة هتروجينيوس يعني الخواص بتاعتها بتتغير لو الكونكريت خواصها اتغيرت او الستيل الخواص بتاعته اتغيرت بعد كده بندرس اللي احنا حنستخدمها معانا في الكورس ان شاء الله سواء كان الوركينج استرس ديزاين او الالتيمت استرس ديزاين ميسود وكل طريقة لها برامترز معينة في عملية الديزاين بعد كده بندرس اللودز and its فاكتورز بمعنى انواع الاحمال سواء كانت الديد لود او اللايف لود او الويند لود وبندخلهم في معادلات باستخدام الفاكتورز لتحقيق درجة امان معينة اثناء عملية الديزاين بعد كده بيبع عندنا الشابتر بتاع البيمز وبندرس فيه انواع الكاميرات المختلفة سواء كانت سيمبل كونتينيوز كانت ليفر بيمز وطرق الديزاين بتاعتها المختلفة والاحمال المختلفة وازاي الاحمال بتيجي من السقفة على الكاميرات بمعنى ان انا عندي لو حاجة زي كده وان وي يبقى الحمل في الاتجاه القصير لو انا عندي تو وي يبقى الحمل بتوزع في الاتجاهين ونبدأ نشوف كل كاميرا عندنا بتاخد قد ايه من البلاطة وندرس لسترينينج اكشنز وبعد كده نبدأ نحسب الديزاين بروسس بمعنى نحسب الديمانشنز نحسب حديد التسليح وانا بنتعرض لانواع مختلفة من السيكشنز بتاعت الكاميرات سواء كان تي سيكشن او ار سيكشن او ال سيكشن وكل سيكشن ليه طريقة معينة في الديزاين ان شاء الله حنشوف الكلام ده بالتفصيل وفيه شابتر بتاع الصوليد سلابس والصوليد سلابس دي بيبقى فيها نوعين اللي هما الوان وي والتو وي ونبدأ نشوف ازاي الدزاين بتاعهم وامتى بنستخدم الوان وي امتى نستخدم التو وي السلاب الشابتر الاخير اللي عندنا بيتعرض للديزاين بتاع الكولمز باشكالها المختلفة سواء كان سيركولر كان سكوير او ريكتانجولر بس في جميع الاحوال الكولمز ديت بتبقى شورت كولمز بمعنى مفيش باكلينجز عليهم ترجمة نانسي قنقر تاريت كولمز او التعليق وميش بيهش باكلينار ترجمها بيهش باكلينجزiers